أحسن الله إليكم يقول هذا السائل الشيخ حدثون عن خطر الرشوة والأثار السلبية المترتبة عليها سواء على الفرد أو المجتمع قال صلى الله عليه وسلم لعن الله الراشية والمرتشية وفي رواية والرائش وهو الذي يسعى بينهما فكلاهما ملعون لأن الرشوة سحت ومال حرام ومكسب خبيث وأيضا لها آثار سيئة على المجتمع فإنها تغرر بالحكام وتغرر بالمسؤولين والإداريين وتغير الحقوق وتذل أهل الحق وتنصر أهل الباطل فيصبح الأمر فاسدا في المجتمع بسبب الرشوة سواء قلت أو كثرت وسواء سميت رشوة أو سميت حقا أو سميت للشاهي كما يقولون أو سميت هدية أو غير ذلك لا تجوز الرشوة بحال من الأحوال نعم